في تقرير استقصائي نشر اليوم كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عما وصفته بجيش من المحتالين نهبوا مستشفى سرطان الأطفال في البصرة بعد أن أنفقت عليه الحكومة الأمريكية أكثر من مئة مليون دولار لإكمال بنائه الصحيفة قالت إن المستشفى تحول الآن إلى واحد من أبرز ضحايا النظام الصحي الذي ينخره الفساد والإهمال وفقا لتعبير واشنطن بوست فيما أكدت أن أجهزة متطورة صرف عليها ملايين الدولارات باتت مفقودة الآن أو خارج الخدمة ما يضطر كثيرا من العراقيين المصابين بالسرطان إلى السفر خارج العراق لتلقي العلاج الصحيفة أشارت أيضا إلى أن الوصفات الطبية مليئة بالعقاقير غير المطلوبة وغير المعقولة أما أدوية السرطان فهي من أندر الأدوية في العراق وأكثرها عرضة للتهريب لأسباب منها ارتفاع أثمانها في المقابل ينشط السوق رائج للأدوية المهربة في تجارة تقول الصحيفة إنها لا تتم بالخفاء بل بموافقة الأحزاب وأجنحة مسلحة تعمل في المنطقة